عايز تعرف احنا قد ايه فكرة الصفر شغلانا واكلاة دماغنا وبتشكل جزء فظيع مننا ومن وجدانا وكده شوف الاغاني شوف اغانينا احسب نسبة الرحيل والغربة والترحال والفراء والوداع فيها قد ايه لا يمكن بحال من الاحوال تقل عن 85% من مجمل المواضيع والخمساشة في المائة اللي فضلين هتلاقيهم شق وحنين ولافق من الصفر والرحيل برضو عادي وفي كده ايه شوية سهد كده في الاخر صغيرين بيبقوا في الاغاني عارب يبقوا في القعر الأغنية كد من شوية سهد محدش عارف دول ايه بالزبط زي ما محدش عارف برضو ايه الفرق بين الرحيل والترحال يعني لغاية النهاردة في رحيل وفي ترحال والاتنين بيظهروا في الاغاني ومهمين جدا انا اعطى فصفص الكلام بتاع الاغاني اللي ليه علاقة بالصفر والافوارة فيها بس ده مش اليومين دول ده من زمان خالص يعني من ايام يا وبور قول لي رايح على فين اجنية طويلة عريضة على الراجل بيحاول يقيم حوار مع وبور في قيمة الفكرة والحصول على اجابات منه بإلحاح هيم ما تقول يا وبور يا وبور قول لي يا وبور قول لي رايح على فين هو مش هيقول على فكرة يعني مهما قرصت عليه في التحقيق مهما ضغطت مش هيقول حاجة مع انه ممكن بسهولة يسأل في الاستعلامات فيه شبايات جوا في المحطة يجوا بوعد عارف ده قطر اصوان يحاجه وراح اصوان ان شاء الله بسيطة مش محتاج انه يغني قدام الوبور فاهم شكلهم غريب هتلاقي بقى ان السفر عندنا مرتبط ارتباط شرطي بالتقطيم تفهمش ليه ازاي يعني اي حد مسافر لأي سبب لازم نقعد نهري ونحس ونحسسوا بالزنب والاسوة والجحود وخلاص مع انه الكل اللي يعرفوت لأيوم كانوا بيسعوا للسفرية دي بقى لهم سنة مثلا ابو موصي طوب الارض امه بتدعيله للنهار ان ربنا يسهل والسفرية تمشي بس برضو لازم حتة التنبيت دي خلاص له ايه خلاص مسافر 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 يا ابا صبورك تذكرتك معاك اخص عليك يا اس يا وحش نهون عليك لسه ناوي على الرحيل تفتكر مالوش بديل وانا بانا خايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب طب خدت صورتي شوف كده لتكون نسيت عمري وصباية بص في الشنطة في الجبل اللي برها لتكون نسيت عمري وصباية تنساش فرشة السنان وماكنة الحلاقة والعجات دي تقطيم وخلاص لازم عدنا مرحلة التقطيم حضرنا الشرط ندخل بقى على مرحلة الوداع دي مرحلة مش سهلة خالص بتلاقي اعداد بشر مهولة جايين يودعوا المسافر من كل حتة اهل واصحاب وجلان وقرايب درجة ربعة وناس جايين من الحضر ومن الريف ما متفهمش من كل حتة الناس ما تع اه حس بضيعة ده مبدئيا فهنعمل ايه في المشكلة دي لو ينفع سافر من غير وداع شوفت الاغنية توم ايه رد عليها لو معرفتش تمرس خفيف خفيف كلام الموضوع وتدبست فرحلة الوداع دي يبقى على الاقل ايه خلي الوداع من غير قبل عشان العدوى ايه دي مشكلتهم لو تقدر كمان يبقى اودعني من غير ما تسلم خالص بقى طب دي تتعمل ازاي يعني من غير من غير قبل مفهومة لكن انما يودع من غير ما يسلم خالص دي تتعمل ازاي دي زال يا ماما متقولك ر اودع وسلم يا اما ما اودعش وقعد في البيت خلق اواطلع من سكات اعمل ايه ده زي اللي قالك قال للوداع وانا اقول له ايه قالك الوداع قل له الوداع سهلا هو الوداع يتقال في ايه تاني ما بيتقال في الوداع حضرتك ليه محسسني ان الاجابة صعبة يعني يعني واحد جايس انا ده احسنه طفل صغير بيسأل اه هو قال لي سلام عليك وقل له ايه قل له حبيبه قل له رد علي عاما قل له عليكم السلام عادي ومناسبة الاسئلة في بقى اسئلة عجيبة مرتبطة بالسفر عموما ا ازايك ليه بيقول لك يا مسافر واحدك وفيتني ليه تبعد عني طب ما انت جاوبته هو انت مش مركز بس ما هو مسافر واحده وفيتك علشان يبعد عنك واضح جدا هو بيخلع فده هو ده حرفين اللي بيغني ويرد على نفسه ولما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مرة تقولي يقول ايه يعني وهو ماشي يقول انا هغيب على طول على فكرة طب يعني الرجل حسيس وعنده دم وبينطر بشياكة ويلا موبايلات بقى ونبقى نتكلم ومش عارف ايه ان شاء الله ليه نزنوق الزنقة د طيب يا جماعة انا ماشي بقى وههغيب على طول قديني بقوله هونكل يلا الاعداء للابد حدش بيعمل كده محد أمشى بيودع خلص من غير قبل برطير؟ ومن غير قبل وماشي على طول او جايف ايه وسفرت فاše فاions ومرايحتش عندنا ليه متسير الجدة على راحته ايه الخنقة دي جايف واسفرت فايدي ومرايحتش عندنا ليه وماجبتش الموبايل التوتشي ليه وبتبرطن بتقول ايه سين براحته الراجل طفش من شوية ما هو ماشي بسبب العمائل دي او مثلا ايه ده ان لقيت في الغربة المال وينها تلقى راحت البال طب يعمل ايه الراجل بقى يعلم راحe شقيان ويتهزق نفسه يعني يولع في نفسه يعمل ليه علشان ترتاحه؟ في بقى عندنا عادة غريبة جدا مرتبطة بالسفر وهي ان انا اول ما نشم خبر ان حد مسافر نفس البلد اللي لنا حد فيها نفكر نبعت له حاجة طبعا اه اي حاجة بقى عارف لو دفعت وده مش مشكلة لمجرد انه رايح نفس البلد ولما نلاقيش حاجة نبعت اي كلام فارغ زمان كنا بنبعت شديد كاسد فاكر؟ ساعات كانوا بيبعتوا حاجات مهمة جدا بقى زي كيلو الليب ببيض صنية بقلاوة كيس ملوخية ناشفة اي كلام لا وبنتعامل مع البلد على انها قوضة وصلة لو ممكن ما يكونش دنبه خالص فكر فيها بالعكس كده تخيل واحد جاي مصر واحد بعت معاه كيلو الليب ببيض مثلا ووصلوا لابنه في قسيوت تجايب قاهرة عادي كله النبي معلش عشان ابني يموت فيه ويريتها حالة انسانية ولا حاجة ولا مش محتاج نقل دم مثلا ده ارتاس حمص مقف وش حاجة الحالة دي موجودة كمان في اغانينا طبعا قالك ايه وبعتنا مع الطير المسافر جواب واعتاب وطراب من ارض جدادي وزهرة من الوادي ايه ده بقى طراب بعت مع طراب والطير واقف متورط يعني معلش حانات عب حضرتك حبعت معك جواب لا تحت امرك يا طنط حاضر واعتاب حاضر وحطه تحت جناح وكذا حاضر وطراب من ارض جدادي لازم ده يا طنط ممكن يضايقوني في المطار عشان تشايل طراب حاضر وزهرة من الوادي حطها ورا وجنك كده وانت ايه كل ده طراب مسافر هيشيل ايه ولا ايه بقى ايه اللي افترة ده في ناس بقى عندهم ظروف استثنائية جدا في صفارهم زي اللي قولك ايه انا كنت مسافر في الصحراء ومشوار طويل ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع موويل عارفها طبعا يعني غالبا رايح تسترزم انت مسافر من مدة وماشي مشوار طويل في الصحراء وشكل الحكاية نشفة قلت تقلب عيشك عادي مش دي المشكلة مشكلة ان اقل لك ايه بقى اتريك مكرار رح تشغلهم قوية ومناديل ياه معقولة سحر يعني بغض النظر عن استحالة الفرضية دي يعني ان هو بعله موويل ازاي والتاني عملها مناديل ازاي كل ده ملناش فيه دي ارزاق بتاع طربنا بس يعني للحق انت انت بعت وهو اشترى وبيع اطرافك ده مش خطك ده يعني مش انت بعت يعملهم بقى مناديل يعملهم حتة للمطبخ كيس ماخد ده مالكش فيه بتشتكي من ايه بالزبط تم سافر في الصحراء وبتكوح اطراب مناديل ايه بس اللي مزعالاك دي وما فيهاش مكر اوي برضو عادي اه مكر اوي خاد الموويل او اعملها مناديل كده في حركة حركة واحدة كده ويقولك برضو ايه في ايدي المزامير وفي قلبي المسامير الدنيا غربتني وانا الشاب الامير موضوع الشاب الامير ده علمياً مستحيل يعني واحد في قلبه مسامير يقدر يمسك في قديمة زمير في نفس الوقت وممكن يعلق محليل بالكتير او يمكن يقصد بالمسامير دي الدعامة مثلاً اللي في القلب وبعدين الحالة الحرجة دي اعلى قطب الغربة بقى هو اي تسول وخلاص يعني عند مسامير ومعلق حاجاته مسافر وعايس كام فهم طبعاً فيه طرق تانية كتير جداً للصفر غير اللي مسافر في الصحراء باري ده واللي بيسافر عن طريق البحر مثلاً لا وبيتنك كمان قالك اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب ولا حطت رجلي في المياه لا مفيش عليش وحضرك هتحط رجلك في المياه لأمه القسطول المراكب ده كله هي لازمت تحلوا المراكب وهتحط رجلك في المياه برضو يعني كل واحد عنده اسبابه للسفر والغربة والشحتاطة في ناس بتسافر وخلاص يقول لك خدني معاك إذا كنت مسافر خدني معاك خلاص ايش في المصلحة؟ ياخدك بتبنو اخته طب هو مسافر يشتغل يتعالج ياخدك فين؟ بس أغرب سبب بقى اللي هو بتاع ايه؟ بتاع علموني عينيك يا سافر يا ساتر وموحشين قوي كده علموني افضل مهاجر أنا مش فقا عينيه دي ايه؟ دي فضيعة ده مركز كرسات يعني الزاب يتعلمه مش فاهم ده مش هروب مؤقت ده رايح خالص بس أنا بقول لك ايه؟ أهم حاجة بالنسبة لك انت سافر من غير وداع اجري احنا كده نسافر هنا ونسافر هنا ونسافرنا برضو ما نرتاحش وما ننبسطش غير في بلدنا وعلى رأيي الشاعر قال لك ايه؟ قال لك انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في الايه؟ في القبل؟ لا يا ريت في المدن برضو استهال لا اه خدليلي في المدن استسهال دي؟ استسهال خالص حتى لما اشتاء يعني ساب ايدو يا عم خليني ساكت احسن